شكرا شكرا جزيلا دكتور أحمد بارك الله فيك وشكرا لجميع المهنيين والمشاركين وعضاء المنصة على ما تفضلوا به في هذه المناسبة الطيبة المباركة أنا أستعرض بشكل سريع حول منصة تريد ثم عن مشاريع منصة تريد العلمية والتوجهات المستقبلية وما نعمل عليه فأرجو تعطوني بعض الوقت حتى أشرح بإذن الله عن اتجاهات منصة تريد في هذا العام طبعا هنا كنبذة تعريفية مختصرة عن المنصة التي انطلقت في جامعة ملايا في 25 أيبرل 2016 وهذه بعض الصور من حفل افتتاح منصة تريد قبل ثمان أعوام تقريبا بحضور بعض الشخصيات العلمية وشخصيات الثقافية وبعض الأساتذة وطلبة الدراسات العليا الذي نشارك هنا فرحة افتتاح المنصة وجاءت حقيقة لتعالج مجموعة من المشاكل كما أوضحت في كلمتي قبل قليل هناك مشاكل خاصة في التهميش في التدريف في الوعي في التواصل في المشاركة في التأليف في الكثير من الأمور التي نفتقر لها للباحث الناطق باللغة العربية فجاءت المنصة لتحاول أن تسد حقيقة هذه الفجوة التي نعاني منها مع مجموعة من الأدوات التي تم استحداثها في داخل منصة أريد لتعين الباحث حقيقة على موضوع تحقيق التمييز الملحوظ والإشادة به وتحفيزه وتكريمه والاحتفاء به فهذه كانت كلها أهداف أدت إلى إنشاء منصة أريد العلمية والهدف العام طبعاً للمنصة أنها تجمع النخب العلمية في دائرة واحدة في نظام واحد في سيستم واحد مع إسناد ID رقم identification هوية تعريفية لكل باحث خاص به يمكن الدخول إلى صفحته وإطلاع على أعماله ومنشوراته وبحوثه عن طريق هذا الرابط عن طريق هذا الـ ID فهذا هو الذي كان في داخل المنصة وهذه الأداة الأولى التي انطلقت في منصة أريد وهو الاسم الوظيفي للمنصة أي RID Arabic Researcher ID الفعل مستهدفة حقيقة كل من ينتمي إلى النخب العلمية من الأساتذة والأكاديميين والعلماء والأطباء والمهندسين والخبراء والمساهمين والباحثين والطلبة يمكن الدخول والتسجيل في داخل منصة أريد والاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة أريد العلمية طبعاً في عندنا هيكل تنظيمي خاص بالمنصة من الأمان العامة ومجلس إدارة والهيئة الإدارية وفرق العمل التي تعمل وهنا طبعاً كنوع من التلخيص لهذا الهيكل هيكل التنظيمي الخاص بمنصة أريد يضم الأقسام التي تعمل في منصة أريد وأخذنا بعض المشاركات والكلمات من هذه الهيئات والأقسام في داخل منصة بالنسبة للأرقام فوصلنا إلى 118.2 باحث الآن في هذه اللحظة مسجل في منصة أريد بإذن الله تعالى الهدف أنه سنصل إلى 200.000 باحث في القريب العاجل حسب الخطة التي وضعها لنا قسم التسويق في داخل منصة أريد لانضمام ودعوة الباحثين إلى داخل المنصة وهناك طبعاً بعض الدراسات البحثية التي أجريت عن المنصة بعض الدراسات البابيلومترية التي تستقرأ نمو منصة أريد وبالأرقام وعدد الجامعات والدول وتوزيع الجامعات وأعضائها في داخل منصة أريد العلمية أيضاً من ضمن الحقيقة الأدوات الهامة التي تزيل التهميش في داخل منصة أننا نمنح أوسمة وهذه الأوسمة لها طيف ولها مواصفات ومعايير لكل وسام له المعايير الخاصة به فعندنا إلى الآن 32 وساماً بين القيادة العلمية وسام مبادر وباحث متميز وهكذا حق حق واحداً من الأوسمة اسمها وسام لأصحاب الهمم وفي عندنا وسام آخر يعني هنا يمكن نعم وسام التحدي لأصحاب الهمم وسام ناشط صفحة متميزة وسام باحث مستشار للذين يعملون بالهيئة الاستشارية لمنصة أريد وباحث مبادر انتفى صفة الحصول على هذا الوسام بعد ما وصل عدد أعضاء المنصة إلى 100 ألف باحث مسجل في المنصة لدينا ناشط مميز ومشروع عالم ووسام عالم والآن في طور استحداث لقب علمي خاص من منصة أريد لا زال لم يتفق على تسميته ولكن سيعلن عنه في القريب العاجل بإذن الله حقيقة من الأمور التي يعزى الفضل لها بعد الله سبحانه وتعالى الإعلام، الإعلام كان له دور كبير جدا في التعريف بمنصة أريد المؤسسات الإعلامية بدأت من قناة الجزيرة الفضائية كانت أولى هذه المؤسسات وأشكر الزميل سامر علاوي من قناة الجزيرة أنه جاء لحفل الافتتاح وصور وعمل تقرير وبث على القناة وكذلك بقية المؤسسات الإعلامية التي أخذت الترويج والتعريف بالمنصة بين الصحف والمجلات واللقاءات فكان لنا حضور على كثير من الصحف ومنها حتى الغير التي لا تكلم باللغة العربية أو التي لا تكتب بالعربية مثل الاندونوسية والماليزية الـ CNN، القناة، الفلوجة الكثير من القنوات كان لنا حضور حقيقة إعلامي فيها أيضا المؤتمرات لدينا طيف واسع من المؤتمرات وأولى هذه المؤتمرات بدأت من سنة 2017 أشكر حقيقة كل من ساهم الأستاذ أسماء غراب كان لها دور كبير في الأيام الأولى للتعريف بالمنصة والترويج لها في الجامعات الفلسطينية ثم انتقلت إلى بقية الجامعات العراقية والسودانية والماليزية وهكذا حقيقة كان هناك مجموعة من الندوات العلمية التي تعقد للتعريف بالمنصة من قبل أعضاء المنصة وحتى الوزارات كان لنا بعض المحاضرات والندوات في بعض الوزارات لطاقم الوزارة لمن يريدون أن يدخلوا إلى عالم البحث العلمي مثلا وزارة الزراع العراقية كان لنا فيها محاضرة كنوع من التعريف بالمنصة ومداخل للتعريف بالمنصة وهكذا هناك طيف من المحاضرات والندوات أيضا الحقيقة الاتفاقيات لمنصة أريد اتفاقيات متنوعة ومتعددة وخصوصا مع الجامعات الحكومية مع الجامعات لنا أيضا طيف مع جامعة الزيتونة وبعض الجامعات الماليزية وجامعات العراقية وجامعات السودانية وأيضا طبعا هناك تقليد يكون في كل محفل علمي دولي هناك إحدى الاتفاقيات أو الاجتماع مع هؤلاء الجامعات لتوقيع اتفاقيات تعاون فهذه هنا بعض الصور لتوقيع اتفاقيات التعاون مع الجامعات والمؤسسات الشريكة لمنصة أريد لدينا المحفل علمي الدولي المحفل هو عبارة عن وعاء يجمع النخب العلمية من أعضاء منصة أريد للقاء والمشاركة والتباحث والاستفادة من وجودهم في وقت واحد ومكان واحد في بيئة واحدة فوصلنا بحمد الله يوم النتي إلى النسخة الرابعة عشر ستكون في العراق في أربيل بالتحديد في شهر تموز من الأول إلى الخامس من تموز من هذا العام هنا بعض الصور واللقطات السريعة للمحفل العلمي الدولي بنسخه السابقة بدأ من الأول الذي عقده بجزيرة لنكاوي إلى الثاني والثالث وهكذا كل ست أشهر يعقد بدولة ذهبنا إلى المغرب والأردن وأندونوسيا وماليزيا وأسطنبول وضرابزون في حقيقة كل ست أشهر هناك ملتقى لعضاء المنصة في إحدى المدن التي يتم اختيارها والموافق عليها من قبل الأمانة العامة للمنصة هذه النسخة السابقة من المحفل طبعا هو المحفل بكسر كما يقول الدكتور أحمد كسار يعني نحن دائما نقول المحفل هو يقولها المحفل المحفل علمي نعم دكتور النسخة الماضية كانت النسخة الثالثة عشر في ماليزيا كان 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر بالتعاون مع مجموعة من الجامعات منها جامعة يو بي أم والجامعة الإسلامية العالمية الماليزية في العام الماضي وهذا العام بإذن الله ستكون في أربيل من الواحد إلى الخامس من تموز الفين وأربعة وعشرين فحقيقة هناك دعوة لمن يريد أن يعني يحضر ويشارك في هذه الفعالية العلمية الهامة لمنصة تريد أغلب الطاقة والإدارة سيكونوا متواجدين في هذا المحفل هناك طبعا طيف من الفعاليات والإنشطة ستكون لهذا المحفل بشكل خاص متميز حقيقة ضمن الإنتاجات التي اشتغلت عليها منصة تريد منذ انطلاقتها إلى الآن وتفتخر بها وتعتز بها هي المجلات العلمية المحكمة وهذه المجلات العلمية حقيقة كان لها دور في استقبال البحوث وتحكيم البحوث ونشر يعني انتاجات أعضاء منصة أريد العلمية أولى هذه المجلات مجلة أريد الدولية العلوم والتكنولوجيا وأسسها فضيلة الأستاذ الدكتور سلوان العاني حقيقة وكان له الفضل لتأسيس أغلب المجلات فكرة استحداث كمجلة علمية في المنصة هو الذي سارع وأيد هذه الفكرة قال يجب أن تكون لنا مجلة أنا أتذكر الأيام الأولى لإلحاحه ومطالبته حقيقة لإنشاء مجلة علمية للمنصة والحمد لله لم تكن مجلة واحدة أصبحت الآن خمس مجلات علمية فكانت أولى هذه المجلات أريد International Journal for Science and Technology ولها ISSN طبعا كل مجلة من المجلات لديها DOI لكل بحث Digital Object Identifier رقم تعريف دولي خاص بها مع هيئة تحرير مع رئيس تحرير مع محكمين وهكذا فهذه المجلة من المجلات حقيقة الأولى في المنصة لدينا مجلة أخرى مجلة أريد الدولية العلوم الإنسانية والاجتماعية وهذه أيضا كان يترأسها الأستاذ الدكتور عبد الرازق مختار محمول ثم انتقل لترأسها الدكتور سعاد الطائي ثم الأستاذ الدكتور صالح العلي هو حاليا رئيس تحرير هذه المجلة مع هيئة تحرير متميزة وطاقم يدير هذه المجلة أيضا مجلة أريد الدراسات الإعلامية وعلوم الاتصال ومنذ تأسيسها أشرف عليها وأسسها الأستاذ الدكتور سعد سلمان المشهداني من جامعة تكريتس كرئيس لتحريرها والأستاذ الدكتور سحر الجنابي هي مدير تحرير هذه المجلة أيضا لدينا مجلة أريد الدولية لقياسات المعلومات ومنذ تأسيسها كانت الأستاذ الدكتور رحاب يوسف هي التي أسست هذه المجلة مع طاقم من ضمنهم دكتور مريم قيس العاني مدير تحرير مع جميع أفراد هيئة التحرير في هذه المجلة والمجلة الخامسة والأخيرة هي مجلة أريد الدولية لعلوم التربوي والنفسية وكانت كفكرة ومبادرة من الأستاذ الدكتور عبد الرازق مختار محمود أنشأها قبل تقريبا أربع أو خمس سنوات من الآن ويساعد أيضا طاقم رائع في الإدارة ومدير تحريرها الأستاذ الدكتور مروى الباز في هذه المجلة القيمة التي وصل عدد البحوث فيها إلى عداد طيبة وجيدة أيضا لدينا مجلة صدى أريد وهذه المجلة هي التخطية الإعلامية لأعضاء المنصة لما يقومون بها من أنشطة وفعاليات وبعض المقالات العلمية يمكن أن تنشر في هذه المجلة يعني يدير حقيقة هذه المجلة الأستاذ المستاعدة الدكتور جمال عبد ناموس وفي عنده فريق من هيئة تحرير والأستاذ مها شرف وكذلك هناك أقسام في هذه المجلة ولكل طبعا قسم من الأقسام هناك تيم يدير هذا القسم يعني من أخذ المقالة وتدقيقها وتصميمها وحقيقة يشرف على تصميم مجموعة من المصممين من ضمنهم الأستاذ عبد البردان وكذلك الأستاذ عدنان وفي السابق كان الأستاذ معادل عثمان وهكذا في تيم كانوا يشرفون على إصدار هذه المجلة العامة هي مجلة عامة تصدر عن منصة أريد وصلنا إلى العدد الثالث والثلاثين من هذه المجلة تقريبا شهرية في بعض الأحيان تتأخر في بعض الأحيان كل شهرين تصدر ولكن كانت في السابق منذ انطلاقتها تصدر بشكل شهري ثم تأخرنا في بعض الأعداد فالآن يعني يكون الأصدار في بعض الأحيان متأخر حسب وجود وتوافر المادة وهذه طبعا بعضها يطبع كعدد خاص ويوزع على الجامعات وفي المحافل وفي الزيارات وتتاح طبعا عن طريق الإنترنت وترسل إلى جميع أعضاء المنصة عن طريق الإيمير شهريا فيطلع عليها أكثر من 100 ألف باحث من أعضاء منصة أريد يعني الأرقام والمؤشرات ونالك الآلاف يطلعون ويحملون هذه المجلة مجلة صدى أريد الإعلامية أو العامة التي تصدر عن المنصة لدينا أيضا معامل التواصل العلمي هذا المعامل يحتسب أنشطة منصة أريد وأعضاءها بعرقام معيارية طبعا هذا العام لم يتم احتسابه إلى الآن بسبب هناك انتقال وتغير في النظام في السيستم لأننا سننتقل بإذن الله تعالى إلى نظام آخر بالكامل بتقنية أخرى فلهذا تأخر احتساب هذا العامل لهذا السنة ولكن فكرة هذا المعامل اللي هو C-Index Communication Index عبارة عن مجموعة من المعايير يتم أخذها من المنصة واحتسابها كأرقام وتظهر على صفحة الباحث في المنصة من ضمنها عدد الزيارات وعدد المتابعات والمدونات والتعليقات والإجابة على الأسئلة وهكذا في داخل منصة أريد أيضا المنصة حقيقة تبنت إطلاق موسوعة كل عام وهذه الموسوعة لها طابعها الخاص يعني بدأنا في العام 2020 هناك موسوعة منصة أريد للشخصيات التواصلية ثم للشخصيات القيادية وهكذا كل عام كان هناك فكرة لهذه الموسوعة يعني فحقيقة هذا العام ستكون الموسوعة وهذه مفاجئة يعني نعلنها لأول مرة في هذا الافتتاح أو في هذا الحفل حفل يعني مرور ثمان أعوام على تأسيس منصة أريد أنها ستكون للباحثات فقط ونعتذر الباحثين عن عدم إدراجهم في هذه الموسوعة هذه الموسوعة هي فقط للنساء الباحثات المتميزات من منصة أريد من من حصلنا على أوسمة من المنصة ولديها صفحة شخصية مع بحوث علمية ستدرج في هذه الموسوعة فلهذا العام المنصة تبنت موسوعة النساء الباحثات المتميزات في منصة أريد العلمية وإذن الله تعالى سيعلن عن معاييرها وتفاصيلها لاحقا عن طريق البريد الألكتروني أيضا في المنصة لدينا حقيقة المكتبة الرقمية والمكتبة الرقمية تضم طيف من الكتب وهنا دعوة للجميع أن يدخلوا إلى منصة أريد ويحملوا حقيقة الكتب كتب مجانية كثيرة موجودة في المنصة في عدة تخصصات بعضها إهداءات من أعضاء المنصة يعني للأعضاء الآخرين في المنصة فيمكن الدخول إلى المنصة وتحميل هذه الكتب والاطلاع على هذه الكتب والاستفادة منها منها كتاب صناعة الهوية العلمية العلماء والخبراء والباحثين وكتاب صناعة المنصات الرقمية وكتاب صناعة المحافل العلمية وكتاب أطلق مؤخرا عن العالم وراء التقليدي الميتا فيرس وكتاب العام الماضي كان عن نموذج الذكاء الاصطناعي وأيضا كتاب رحلات أريد العلمية وهذه سلسلة من الكتب ستصدر عن منصة أريد لأي مكان نزوره ونعقد به يعني فعالية علمية مع عضاء المنصة ستتوج هذه الرحلة بكتاب لتوثيق حقيقة ثقافة والحالة العلمية للمنطقة التي سنزورها فكانت أولى هذه الاصدارات التي صدرت عن رحلة أندونوسيا في العام الماضي تحت مسمى رحلات أريد العلمية يمكن دخول إلى المنصة وتحميل الكتاب مع الاطلاع على الثقافة والعادات والمكتبات والمراكز البحثية وكذلك الحالة العلمية في هذا البلد وهناك أيضا كتاب آخر أكمل ولكن لم يعلن عنه ولم يصدر عن رحلة المغرب وكتاب آخر عن رحلة الإمارات هذه الرحلات الثلاثة التي عقيدت العام الماضي بإذن الله سيكون لها كتاب سينطلق أو سيتمتشين عن طريق منصة أريد قريبا حقيقة أيضا ضمن الكتب التي أهديت لنا ولأعضاء منصة أريد هذا اليوم أو يوم أمس كتاب دموذج ترويض الأفكار البحثية وهو متاح للتحميل مجانا على منصة أريد في المكتبة الرقمية من سعادة الدكتور علي موسى هو ساوي قام مشكورا بإرسال هذا الكتاب وقال هذا كتاب هدية لكم بمناسبة الاحتفاء بمرور ثمان عوام أو عوام على منصة أريد فالكتاب موجود في المنصة ومستضاف في المكتبة الرقمية لدينا مدونة عالم وهذه المدونة حقيقة وصل عدد المدونات أكثر من 15 ألف بلوغ من قبل العضاء تحقق آلاف الزيارات لموقع المنصة لأنها مؤرشفة في جوجل في محرك البحث جوجل وبقية محركات البحث لهذا عند البحث عن أي موضوع معين ستظهر لك في النتاج منصة أريد وتدخل إلى المنصة لهذا كثير من العضاء يدخلون إلى المنصة ويسجلون ويتعرفون على المنصة عن طريق المدونات العلمية وهي بيئة للنشر الحر بالمواضيع التي يرتقيها الباحث أما في الأقسام أو المصنفات أو الوقاع أو الظواهر أو حتى الإشادة بهذا الباحث من مناسبة معينة يمكن أن ينشئ مدونة الخاصة ويكتب بها ما يريد وحقيقة في عندنا كثير من المدونات المتميزة في المنصة وقسم النشر العلمي الإلكتروني ينتقي ثلاث مدونات هامة في المنصة ويعلن عنها نهاية كل شهر وتنشر في منصة أريد في صدى أريد في صدى أريد في فقرة خاصة للاحتفاء بالنتائج أفضل المدونات لهذا الشهر وكذلك يتم انتقاء أفضل مدونات خلال العام وفي بعض المناسبات تطلق لها كمسابقة خاصة بها مثل في شهر رمضان ما هي أفضل مدونات التي وضعت في المنصة ونشرت في شهر رمضان وفي عام كامل وفي شهر كامل وهكذا هناك انتقاء ونالك أيضا مشروع حقيقية تم الاشتغال عليه الآن تسمى بالمدونات الذهبية انتقاء أفضل مئة بلوغ وإصدار كتاب يشتغل عليه الأستاذ الدكتور رياسة طرشاني مع فريق العمل الخاص به لدينا أيضا نظام عليم وهذا النظام أغلب الدورات والمحاضرات التي تعقد في المنصة عن طريق هذا النظام يعني نظام فيه نظام الشهادات والتعليق والتسجيل والمتابعة والإشعارات من ضمن أنظمة منصة أريد يترأس الأستاذ الدكتور يوسف المشهداني يعني فيه أيضا مجموعة من الأسابيع العلمية والمحاضرات التي تعقد في المنصة أيضا جارك تجهيز حقيقة لأسبوع هام جدا في المنصة اسمه أسبوع البحث العلمي سيكون في الشهر السابع بإذن الله تعالى يمكن أيضا الدكتور المنصة والاستفادة من هذا النظام أيضا خطاب الانتساب في المنصة خطاب يمنح لجميع عضاء المنصة بعد حصولهم على وسام عضوية أريد أو سابقا كان وسام باحث مبادر يمكن طبعا تحميله كPDFile فيه رقم الباحث مع الـ ID الخاص به مع تاريخ التسجيل مع التأكيد على الانتساب لمنصة أريد باللغتين العربية والإنجليزية ونعمل الآن على أصدار الكتاب أيضا آخر اسمه تجربتي في أريد وهذا الكتاب عبارة عن كتاب يوثق تجارب أعضاء منصة أريد المتميزين في هذا الكتاب الذي يمكن أن يحكي حكاية المنصة يعني كيف تعرفت على المنصة كيف كانت تأثيرها ما هو الأثر الذي أحدثت منصة أريد على الحركة العلمية فهناك بعض التجارب سيتم رصدها ووضعها في هذا الكتاب كتاب تجربتي في أريد لدينا حقيقة طيف من الفعاليات ضمنها المحفل والأيام العلمية والدبلومات الخاصة والمؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات والمخيمات هذه كلها فعاليات منصة أريد التي تعقد على مدار العام حقيقة في أيضا ستبدأ لنا زيارات علمية في الفريق منصة أريد ستبدأ من يوم غد بدءا من الرياض في المملكة العربية السعودية للمشاركة بأحد المعارض هناك ثم إلى الدوحة ثم إلى المالديف للمناقشة في موضوع الجامعة وفتح المقر ثم جاكارتا ثم كوالنبور ثم مصقر ثم أسطنبول فحقيقة هذه الزيارات ستنطلق خلال الشهر الخامس لهذه الدول المتواجدين في هذه الدول ممن يرغب إشعاره ببعض الفعاليات والملتقيات يمكن التواصل عن طريق البريد المذكور أمانكم حتى نحقق بعض اللقاءات خلال هذه الزيارات العلمية بإذن الله تعالى لفريق منصة أريد أيضا لدينا مقرات حقيقة فستحنا مؤخرا بفضل الله ومنته مقار لمنصة أريد في الدوحة في قطر وينظم هذا المقر إلى باقي مقارات منصة أريد عندنا في التسجيل الرسمي في بريطانيا وفي ماليزيا وفي الآن في الدوحة ولدينا أيضا تسجيل في العراق لدينا مقار في الجامعة العراقية في داخل الجامعة العراقية فهناك أربع مقارات لمنصة أريد حول العالم منها تدار المنصة وبعض الفريق يشتغل بهذه المقارات المتواجدة حول العالم بالنسبة لمشاريع منصة أريد العلمية حقيقة في مجموعة من المشاريع نشتغل عليها كما أشاروا الأخوة سابقا جامعة أريد الدولية للدراسات العليا هذه جامعة نشتغل عليها منذ بضعة أشهر بمجلس تأسيسي أيضا مجموعة من العلماء من منصة أريد وبعض الممثلين للجامعات التي نتشارك معها في بعض المشاريع فحقيقة هذه الجامعة ستخصص للدراسات العليا بحقيقة بفكرة غير تقليدية مع بعض التخصصات الهامة ولها حاجة كبيرة جدا في سوق العمل وكذلك في المراكز البحثية جامعة أريد الدولية لتعزيز حقيقة طور الجامعة والاعتراف فيها وتوطيد العلاقات مع بعض المساهمين ومجلس الأمناء وهكذا كل ما يخص موضوع الجامعة حاليا هو يعتبر من المشاريع الهامة للمنصة وشغل الشاغل لإدارة المنصة وأمانة العامة والجلس التأسيسي أنه أن يكون ذراع لمنصة أريد تحت مسمى جامعة أريد الدولية للدراسات العليا لدينا أيضا مشروع كبير أيضا انطلق الشهر الثاني لعام الماضي ولازلنا نشتغل به لم يفصح عنه بشكل رسمي ولم تم تتشينها ولكن إلى الآن نحن نشتغل بالتهيئة له وهو القرية العلمية Scientific Village هو عبارة عن مشروع حقيقة أشبه بالبيئة الابتكارية يمكن أن يطلق عليه ريف العلماء مستقبل الابتكار مكان تصنيعي للمعدات والأجهزة وكذلك للاختراعات في أرض زراعية مفتوحة تحقق الاستدامة عن طريق الماء والكهرباء وكذلك بعض التولز الأدوات التي يحتاجها المصنع والمخترع في أجهزته فهذه القرية العلمية scientificvillage.com اللي هي ريف العلماء مستقبل الابتكار هذه فكرة القرية العلمية بإجاز واختصار أيضا ضمن مشاريعنا أكاديمية أريد لعلوم الفضاء والفلك وقد أطلقت وتم تتشينها في رمضان الماضي يترأس الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي رئيس جامعة الشارقة وكذلك الدكتور بعض الأساتذة الدكتور عبد الره وكذلك في عندنا اتفاقيات ومجامع بحثية سيعلن عنها بشكل قريب هذا العام عن طريق أكاديمية أريد لعلوم الفضاء والفلك وهي من أول الأكاديميات التي تعنا بهذا المجال في داخل يعني الوطن العربي أيضا منصة أخرى من منصات أريد وهي أبناء العلماء فكرة منصة أبناء العلماء أنها تستهدف اليافعين اليافعين من أبناء منصة أريد لتوجيههم نحو سوق العمل والأفكار الجديدة كالباحث الصغير والباحث العلمي والتفكير الناقد وكذلك الذكاء الاصطناعي والتحوى الرقمي حقيقة كثير من المفاهيم التي يجب أن نقدمها لهذه الفئة عن طريق هذه المنصة النصة اسمها Sons of Scholars منصة أبناء العلماء وسيعلن عنها بإذن الله في القريب العاجل وهنا أيضا كدعوة عامة مفتوحة لمن لديه مبادرات أو اهتمام أو بعض البحوث العلمية لهذه الفئة من اليافعين فأرجو التواصل مع المنصة حتى ينظم إلى الفريق فريق العمل نحن الآن في طور تشكيل الفرق التي تشتغل طبعا بطريقة تواجه مجموعة من التحديات من ضمنها أننا يجب استيعاب هذه الفئة اللي هي فئة اليافعين تختلف بلغة الخطاب عن الكبار عن الباحثين يجب استيعابهم بأفكار غير تقليدية وحديثة ومعاصرة ضمن المعايير العالمية لمخاطبة اليافعين يعني وتعليمهم والتفاعل في موضوع التعليم فحقيقة هذه من المنصات التي نشتغل عليها الآن منصة أبناء العلماء Sons of Scholars أيضا منصة أخرى اسمها منصة العلم للجميع وهذه المنصة هدفها تبسيط العلوم تبسيط العلوم ففكرتها أننا نصنع محتوى علمي عربي وفقا لبحوث علمية يعني في داخل هذه المنصة لإثراء الحقيقة المحتوى العربي وتعزيز الوعي العلمي وتوظيف التقنيات لصناعة حياة كريمة من خلال تبسيط العلم وجعله متاحا للجميع واسم المنصة I-L-I-M علم 4 للجميع فهذه فكرة منصة العلم لجميع هدفها هو إثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت المحتوى العلمي النافع وطبعا هناك بعض المعايير يتم وضعها في داخل منصة من ضمنها Search Engine Optimization أن أي واحدة من المقالات ستنتشر بشكل سريع في محركات البحث حتى من يبحث عنها سيجد هذه المقالة طبعا وفي واحدة من البرامج العراقية القديمة كانت في العراق اسمه العلم الجميع لدكتور كامل الدباغ رحمه الله يعني اشتغل على هذا البرامج لمدة ثلاثين عاما والأخوة اللي معانا من العراق يعرفون ويستذكرون هذا الرجل رحمه الله وأسكنه الله فسيحة جناته كان يعني يخرج أسبوعيا ويتناول أحدث ما توصل إليه الاتكارات والاختراعات والفضاء والفلك والطاقة وما يدور في جسم الإنسان وهكذا في داخل هذا البرنامج برنامج العلم للجميع ولدينا أيضا منصة خاصة للمخيمات الافتراضية وهي أول منصة تعنى بموضوع البوت كامبينج أو الفيرتشوال كامبس اللي هو المخيم ولكن يكون بطريقة الأونلاين المخيم يعني بطبعه يكون لمدة أسبوع إلى عشرة أيام ويكون في مكان معزول هنا نحن نحاول استحداث فكرة أنه يمكن أن يقدم التدريب وتسقل المهارة بالاحتكاك المباشر والمصاحبة مع الإنستركتور مع المدرب يعني لفترة أطول هي هنا الفكرة لا نقول دورة تدريبية أو محاضرة وإنما مخيم مخيم يعتمد على المصاحبة التعليم عن طريق المصاحبة مصاحبة المتعلم في أمور كثيرة نحتاج لها المصاحبة لا يمكن أن مثلاً تدخل إلى عالم التأليف من محاضرة أو من دورة تدريبية تحتاج إلى مخيم حتى يعني تتعلم المهارات الأساسية في التأليف وفي الإشارات المرجعية الرفرانسز الحصول على اسبن أرسال الكتاب تنسيق الكتاب الحصول على المراجع يعني وهكذا وكذلك مخيم خاص في التحول الرقمي مخيم خاص في التخطيط الرساتيجي مخيم خاص في صناعة المحتوى الإبداعي وهكذا مجموعة من المخيمات ستطلق عن طريق منصة المخيمات الافتراضية أبصر فيزر هذه فكرة وهذه من مشاريع منصة تريد ولدينا أيضاً مشروع الأخير وأيضاً معنا الآن حقيقة بعض الأخوة من هذا المشروع من منطاقة من الإدارة والهيئة الاستشارية لمنشروع وقف الذكاء الاصطناعي وقف الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن مؤسسة وقفية تعنى بموضوع الذكاء الاصطناعي من هم الخبراء والمؤسسات والأوقاف وتقدم الخدمات العلمية ورقمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لجميع المؤسسات فهذه فكرة وقف الذكاء الاصطناعي لمحاولة النحو النهوض بالأمة رقمياً لأننا متأخرين كما هو في بقية الأمور ومنها الذكاء الاصطناعي فلا نريد أن نكون متأخرين في موضوع الدخول إلى هذا العالم عالم الذكاء الاصطناعي فهي محاولة استيعاب الخبراء واسكانهم في داخل هذا المشروع وأيضاً الاستفادة منهم استفادة منهم بمجموعة من الخبرات والاستشارات والمحاضرات والتطبيقات ومعنا حقيقة بعض الأساتذة الكرام يشتغلون الآن في مشروع وقف الذكاء الاصطناعي في داخل هذا المشروع العلمي الهام وسيعلن عنه بإذن الله تعالى في القريب العاجل وحتى الاسم حجزنا حجزنا وقف معنا بروف أسماء من الجامعة القاسمية في إمارة الشارقة معنا الأستاذ دكتور أكرم محمد زكي أيضاً ضمن الهيئة الاستشارية لوقف الذكاء الاصطناعي معنا الأستاذ دكتور محمد ثامر خطاب في هذا المشروع ومعنا الأستاذ طريف خشانة أيضاً يعني كخبير في موضوع الأمور الرقمية والتحول الرقمي وكذلك الدكتور محمد خير من أمريكا هو أيضاً معنا في هذا الوقف يعني وعبارة عن مشروع وقفي بإذن الله تعالى أيضاً ضمن المشاريع أنا سأختم بإذن الله تعالى ضمن المشاريع لدينا مشروع الاسمه وعبارة عن بودكاست خاص بالنخب العلمية سيتم يعني التفعيلة بالقريب العاجل عبارة عن بودكاست للنخب العلمية الناطقة بالعربية من أعظام منصة تريد لاستضافة تكون أسبوعياً تختلف عن فكرة العالم عالم فوق المنصة عالم فوق المنصة له أسئلة محددة وطابع خاص أما أريد كاست هذا عبارة عن استضافة مفتوحة بين يعني الكاست الذي سيدير البودكاست مع الباحث حتى يقول ما يريد أن يقوله وينقله إلى الآخرين بطريقة مسموعة أشبه بالراديو المتنقل اللي هو الريد كاست بدون استخدام البووربوينت أو العروض التقديمية أو الصور أو الشروحات وأنه ما فقط الصوت أنا ممكن أستمع لهذا اللقاء وأستفيد منه وأنقل التجربة دون أن أرى دون أن أشاهد بووربوينت أو دون أن أحضر بشكل يعني آني ومباشر إلى البث وأنه ما أستمع له لاحقاً لهذا التسجيل الخاص في الريد كاست لدينا حقيقة فيلم وثائقي الآن نشتغل مع إحدى الشركات الإنتاج سيكون متاحاً في الذكرى السنوية العاشرة لمنصة أريد الآن نشتغل على موضوع لقاءات مع الإدارة وفريق العمل وأعضاء المنصة نعمل على توثيق بعض المحطات الخاصة بمنصة أريد حتى يخرج لنا فيلم وثائقي يوثق يعني منذ انطلاقة المنصة إلى الآن في إحدى المؤسسات التي تشتغل بالإنتاج الإعلامي تم الاتفاق مع هذه المؤسسة على إنتاج هذا الفيلم الوثائق الذي سيبث في الذكرى السنوية العاشرة لمنصة أريد حقيقة أنا أختم كلمة يوم وحاضرتي بشكر والتقدير لأعضاء المجلس الأمانة العامة لمنصة أريد المجلس العلمي للمنصة المجلس الإدارة في المنصة على جهوده القيمة في إدارة وإنجاح المنصة الهيئة الاستشارية العليا للمنصة بيت الخبرة وما يضم من مجموعة من الخبراء في المنصة فريق العمل حقيقة الذين يشتغلون يعني ما وراء الكواليس فوق المطلوب منهم يشتغلون يواصلون الليل بالنهار لإنجاح حقيقة مشاريع منصة أريد وأشكر حقيقة لم تتح له الفرصة للكلمة لأننا شكلنا فريق الآن الفريق البرمجي الجديد من منصة أريد مكون من خمس موظفين هؤلاء سيعملون على يعني تغيير النظام الحالي لمنصة أريد إلى نظام أكفأ بوفق المعايير العالمية لمنصة أريد هذا الفريق إن شاء الله سيكون له دور ويتم استضافته في الأحداث القادمة أيضا في النهاية أقول أنه فيه هدية لأعضاء المنصة هذه الهدية بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات والشركات والمشاريع التي أطلقناها حقيقة الهدف أننا يعني يتم تعظيم العملة الاجتماعية أو الوجود الرقمي لهذه المشاريع عن طريق السوشال ميديا فما على الراغب للدخول إلى هذا الرابط والاشتراك بالمنصات الرقمية التي موجودة في هذا الرابط المتاحة والمذكورة في هذا الرابط يمكن أن يدخل بفرصة للفوز بهذه الهدية هذه المرة الأولى التي يتم إطلاق هذه الهدية هي 300 دولار في حساب الباحث في منصة تريد وممكن الأخوة في الفريق التقني يضعون الرابط لمن يرغب الدخول والاشتراك في هذه المنحة التي ستكون لشخص واحد من أعضاء المنصة من يشترك بمنصات وحسابات التواصل الاجتماعي للمنصة ومشاريعها وبعض الشركات صديقة للمنصة عن طريق هذه الحملة كل الشكر والتقدير لكم واعتذر عني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته